بعد قضية تحكيم دولي طال مدى كسبت الحكومة العراقية القضية ضد تركيا في نزاع يتعلق بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان صدر القرار من محكمة التحكيم الدولية بالغرفة التجارية الدولية في باريس وتهم العراق تركيا بالسماح بنقل صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد وذكرت مصادر تركية أن أنقرة قررت عدم السماح لشحنات النفط الخام من أقليم كردستان بمغادرة ميناء جهان من دون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد لمزيد من المتابعة ينضم إليه من أربيل مرسلناه وعزيز زاهي وإذا هل من ردود فعل من إقليم كردستان هل كان القرار متوقع وبالتالي هل هناك أيضا بدائل بالنسبة لأربيل نعم بالفعل القرار كان متوقعا والسلطات على ما يبدو كانت تتوقع مثل هذا القرار ولكن حتى اللحظة لم يصدر بلاغ رسمي من جانب سلطات إقليم كردستان ربما لاستمرار عطلة عيد نوروس التي انتهت هذا اليوم وغدا ربما سيكون هناك موقف رسمي من جانب سلطات الإقليم على أي حال القرار يصف من جانب خبراء الاقتصاد وخبراء القطاع النفطي هنا في الإقليم بأنه سيشدد الخناق اقتصاديا على إقليم كردستان الذي يصدر عبر الأنبوبة الذي يمر عبر الأراضي تركيا بنحو 400 ألف برميل يوميا وهذا يتوقف اعتبارا من دخول القرار حيزة تطبيق الأقليم كان يعتمد على تصدير هذه الكمية من النفط لتأمين رواتب الموظفين وسيولة النقدية لحكومة الأقليم وبالتالي هذا كله يتوقف إضافة إلى ذلك هناك كما أشرنا آنفا اتفاق طويل الأمد بين ثنائي طبعا بين إقليم كردستان وسلطات التركية يقضي باستمرار تدفق النفط من إقليم كردستان عبر هذا الأنبوب لمدة 50 عاما كما يصف ولكن هذا الاتفاق تفاصيله غير معروفة لدى الرأي العام أو لدى وسائل الإعلام على أي حال الاتفاق أو القرار الذي سيدخل حيزة تطبيق سيشكل اقتصادي كبير على أقليم كردستان ولكن بالمقابل تركيا التي تكفلت بمد الأنبوب الذي يمر طبعا بحوالي 200 كم داخل الأراضي التركية هذه الكلفة ستكون خسارة كبيرة للجانب التركي التي كانت تتقاضى رسوم على تصدير النفط العراقي عبر الأنبوب المار عبر أراضيها ولكن بالمقابل ربما قدمت السلطات العراقية ورقة رابحة تركيا لكي تتغاضى عن هذا الموضوع من خلال إبرام اتفاق يقضي بمد خط بري من ميناء الفاو مستقبلا وبين الأراضي التركية لنقل البضاع بين الطرفين وهذا طبعا يعود بالفائدة على تركيا فائدة اقتصادية كبيرة ولكن الاقليم بطبيعة الحال سيكون في حل على الاتفاق الثنائي المبرم بين الطرفين نعم بالتأكيد شكرا جزيلا لك إذن هيوة عزيز مرسلون من أربيل على هذه المداخلة وهذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر